موسيقى يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري فقد استقبل المطار اليوم طائرة 35 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بحمولة 10 أطنان من المساعدات وكان المطار قد استقبل خلال ساعات الماضية طائرات من الكويت والعراق والأردن محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة المزيد حول استقبال المساعدات الدولية يطلعنا عليها من مطار العريش مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرز تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين نحن الآن ما زلنا نتابع المساعدات المختلفة التي تصل إلى العريش وأماكن التخزين الخاصة بمحافظة شمال سيناء وتحديداً الهلال الأحمر المصري نتابع بالطبع منذ فترة وصول هذه المساعدات من 29 دولة بالإضافة لمصر وهي أكثر من ساهمت في هذه المساعدات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المختلفة التي تصل إلى أشقاء في فلسطين يصل إما عن طريق البر أو حتى عن طريق مطار العريش الدولي نستعرض الآن هذا المخزن أحد المخازن داخل محافظة شمال سيناء وتحديداً مدينة العريش نتحدث عن بالطبع عدد كبير من المساعدات سواء كانت المساعدات الغذائية أو حتى المستلزمات الطبية وبعض أيضاً الأشياء التي من الممكن أن تساعد الأشقاء في فلسطين على مجابهة فصل الشتاء من الأغطية من البطاطين من غيرها من المستلزمات الخاصة بالتدفئة لمجابهة فصل الشتاء وأيضاً يتم تخسين هذه الأشياء كما نرى الآن في أماكن مغلقة وبطريقة مغلقة للحفاظ على هذه الأشياء نتحدث أيضاً عن عدد كبير من المساعدات التي وصلت بالفعل إلى الأشقاء في فلسطين نتحدث عن أكثر من 120 طائرة بالفعل وصلوا إلى مطار العريش الدولي بالإضافة لأيضاً عدد كبير من الشاحنات التي وصلت بالفعل هنا أيضاً في هذا المخزن هناك مساعدات ومستلزمات طبية متواجدة لكن يتم تخزينها في الثلاجات المختلفة الخاصة بالهلال الأحمر المصري أيضاً هذه نظرة عن الدول التي ربما شاركت في هذه المساعدات المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم الأشقاء بدولة فلسطين هذا بالإضافة أيضاً لاستمرار استقبال مستشفى العريش العام وعدد كبير من المستشفيات المصرية للمصابين بالإضافة لدخول مزدوجي الجنسية إلى الأراضي المصرية كل هذه ضمن المجهودات المختلفة التي بالطبع تقودها مصر للتخفيف عن الأشقاء في فلسطين وأيضاً بالإضافة لزيارات أممية كثيرة لهذه المقرات وعن طريقها تنتقل بعد ذلك إلى معبر رفح المصري لتذهب إلى الأشقاء في فلسطين